موسيقى 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 أنا كنت مثبت بيروت ورجعت بمصر وأنا واقفة في الطابور المستنيس جونت الراجل صورني من ورا على تلفونه وصحاوي أخذوا بالهم ورجوا كاريو ورا موسيقى 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 الوقع حسب ما جي وصفها في الجرائد ما بيتوفرش فيها أركان جريمة التحرش الجنسي وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري لكن بيتوفر فيها أركان جريمة انتهاج حرمة الحال الخاص وبالتالي النيابة وجهت تهمة انتهاج حرمة الحال الخاصة وما وجهتش تهمة التحرش الجنسي التصوير في حد ذاته ليس جريمة لكن التصوير بما يشكل انتهاج حرمة الحال الخاصة يشكل جريمة يشكل جنحة وبالتالي هذا الفعل من حق أي مواطن يبلغ عنه وبالتالي من حق المجنى عليه هتبلغ عنه فالقانون في الحالة دي واضح وصريح انتهاجات حرمة الحال الخاصة المشررة محطش ليها وسائل على سبيل الحصر وبالتالي يظل هذا الانتهاك من المتصور حدوثه من أي فعل سواء كان هذا الفعل من خلال التصوير بهاتف محمول أو اصطراق السمع على مكالمات خاصة أو تسجيل مكالمات خاصة دون موافقة أطرافها بمعنى أن المشررة ما عدتش طرق على سبيل الحصر ترتكب بها جريمة انتهاج حرمة الحال الخاصة أهم النصائح اللي نوجهها لأي فتاة أن تعلم أن حق الإبلاغ هو حق كفله الدستور وكفله القانون الحق ده مش بس ليها الحق ده مش ليها لمجرد أنها مجنع ليها ليها حتى لو هي شافت وقع تشكل جريمة حتى لو الجريمة دي مش وقع ليها لكل شخص عالمة بوقعها الجريمة يوز النيابة العامة أن تحرك الدعوة الجانية عليها أن تقدم ببلاغ ده حق الإبلاغ فبالتالي لازم تبقى عارفة كويس قوي وهي بتتعامل مع مقبول الضبط القضايا أن من حقها الإبلاغ يجب أن هي تبقى عارفة أن التصوير دون موافقتها جريمة أن استراق السمع إلى مكلمتها من خلال شخص آخر جريمة طبعاً ده بالإضافة للجرائم العادية الخاصة بوسائل الاتصالات اللي هي ممكن تتضمن إرسال رسائل أو شات أي حاجة من هذه الوقائع بتشكل جريمة يحق ليها أن هي تقدم بلاغ عنها أحياناً تبقى الجهات المختصة وحدة قرائم المعلومات بوزارة الداخلية أحياناً يبقى الإسام العادي أو النيابة أي المكان فأي فعل من دول يعد جريمة من حقها لازم تبقى عارفة أن من حقها أن هي تقدم بلاغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر